صحابي كانت بتشيلها الملائكة ويطير في أجواء المعركة أمام قريش كله بس له قال كلمة واحدة وبعد هذه المعركة بكى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء حتى أن الصحابة لأول مرة يسمعون بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وقبل هذه المعركة حلم النبي صلى الله عليه وسلم حلم عجيب جدا معركة شارسة جدا لدرجة أن الصحابة شاع بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل واللي بعدها تشتت المسلمين إلى درجة أن النساء تلثموا ودخلوا يحاربون في المعركة كانوا المسلمين يصارحون بصوت عالي حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثوهكم كيف حالكم؟ إن شاء الله أنكم طيبين وبخير وبصحة وعافية في هذه المعركة بطولات كثيرة للصحابة في دفاعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بدايتها كان نصر محتم للمسلمين لكن نهايتها كانت ملحمة فيهم من دون ما أطول عليكم جاهز لك شي تاكله وبسم الله نبدأ بعد غزوة بدر صار للمسلمين صيد بين القبائل كلها وكيف إن 300 رجل فقط يغلب ألف من قبيلة ثانية ومو من أي قبيلة من قريش وكانت مشهورة بقوتهم فدخل في الإسلام بعض المجموعات من بعض القبائل لكنهم أسلموا بس الإيمان لم يدخل إلى قلوبهم بعده كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر يحكي الصحابة عن فضل الشهادة في سبيل الله وكيف إن قتل بدر لم يكونوا قتلى بل أحياء عند ربهم يرزقون في جنات تسع الأرض والسماوات فتمنوا الصحابة لو أنهم كانوا بدلهم عشان ينالون هذا الفضل طبعا في معركة بدر قتل الكثير من المشركين سبعين رجل من قريش قتلوا في معركة بدر وكان بينهم أربع وعشرين رجل من بني مخزوم فكانوا بني مخزوم بعد غزوة بدر يغلون من جوه يحترقون من اللي حصل في غزوة بدر وكان خالد بن الوليد مخزومي من بني مخزوم طبعا هذا قبل إسلامه كان برضو حتى هو يحترق من الداخل على اللي صار في قريش في غزوة بدر يعني الصدق غبنه ثلاثمائة شخص يقتل ألف من قريش الأمر يغبنهم كثير كان خالد بن الوليد له أخ اسمه الوليد بن الوليد وسر عند المسلمين بعد غزوة بدر كان من الأسرة بس خالد بن الوليد قال لبني مخزوم لا تبكون احبسوا غضبكم هذا عشان نفجره في معركة جاية ما نبغى أي أحد يبكي نبغى هذا الغضب كله والحقد اللي في داخلنا يطلع في المسلمين فعليا ما بكوا ولا شقوا الثياب ولا لطموا لأنها كانت من عاداتهم إذا حد مات فعليا اتفقوا بني مخزوم ووافقهم الكثير من بني عبد الشمس وبني نوفل وكان من بني نوفل شخص اسمه جبير ابن المطعم كان جبير ابن المطعم هذا عنده مملوك عنده عبد يسمى وحشي وكان من قتل بني نوفل طعيمة ابن عدي قتل حمزة رضي الله عنه وكان طعيمة هذا اللي قتل عم جبير ابن المطعم يعني المطعم وطعيمة أخوانه وجبير كان ولد المطعم فكان حمزة رضي الله عنه في قائمة المطربين لجبير بن المطعم يبغي ينتقم لعمه فراح الجبير عند وحشي وقال له يا وحشي في المعركة الجاية هذه إذا قتلت لي حمزة سأعتق رقبتك فتحمس وحشي يعني بيصير حر وكان ماهر في رمي الرمح قليل ما تخطئ رميته المهم الوليد بن الوليد اللي كان أسير عند المسلمين وكانت الفدية حقتها أربعة آلاف دينار فدفع خالد بن الوليد الفدية مع أنها كانت مرتفعة شوية دفع خالد بن الوليد الفدية لأخوه عشان يخرج في الصباح وفي الليل أسلم الوليد بن الوليد ورجع للمسلمين ما زعل خالد بن الوليد وكتم غضبه كامل وكان كويس مع أخوه ما سوى لشي ولا زعل فتجمعوا القريش وعزموا على الانتقام والانتقام هذا مو أي انتقام انتقام لسادة ماتوا في غزوة بتر وكان منهم كبيرهم أبو جحف جمعوا ثلاثة أعلاف رجل مددجين بالأسلحة متجهزين يغزون المدينة نفسها يعني كانت نيتهم يغزون المدينة معهم تقريبا سبعمية درع وميتين فارس وثلاثمية بعير تجهزوا وتجمعوا واطلعوا بالطبول يسمعونها من المدينة من قوة حماسهم وعشان يشدون المقاتلين جابوا النساء فطلعوا النساء مع الجيش جيش ما عليه كلام مرة متجهز من الفرسان والدروع والعدد الكبير طبعا تقسموا على ثلاثة أقسام الفين في الوسط وسبعمية مع خالد بن الوليد في الميسرة وسبعمية مع كرمها ابن أبي جل في الميمنة يعني صاروا على ثلاثة أقسام الحين وصل النبي خبر جيشهم وأنهم خرجوا لغزو المدينة يعني بيغزون المدينة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة فاقترع عليهم النبي قال لهم حنا بنجي للسنة وبندافع على المدينة بما أنهم جو يغزون المدينة لازم ندافع على المدينة بس الصحابة أشاروا عليه أنهم يخرجون خارج المدينة ويقاتلون خارج المدينة ونوصي من في المدينة أنهم يتجهزون للقتال يتجهزون للدفاع عن المدينة يعني يأخذون حذرهم عشان لو صار شيء ولا شيء يكون اللي في المدينة جاهزين للقتال أخذ بشورهم النبي صلى الله عليه وسلم وجهز جيش من ألف رجل بس ما كان معهم إلا فارسين فقط وخمسين من الرماء خرجوا المسلمين للقتال وهم في الطريق حل الليل عليهم فباتوا عند مكان مرتفع باتوا في الطريق يعني وأول ما صحيوا في الصباح لقوا ثلاثمية رجل من المسلمين انسحبوا انسحبوا من الجيش وكان على رأسهم رأس المنافقين عبدالله ابن أبي أخذ ثلاثمية معه وانفصل من الجيش رجع للمدينة انسحبوا كانت حجتهم أن القتال خارج المدينة ضعف وأن يعني محن معاكم في خطتكم وهم كذبين في قلوبهم خوف وعرفوا بأن الجيش ثلاثة آلاف رجل فصار الحين عدد المسلمين سبعمية رجل فقط سبعمية من المسلمين وثلاثة آلاف من المشركين بعد ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم بأعدادهم وأنهم ثلاثة آلاف رجل تجمع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يشاورهم في خطة المعركة واتفقوا على أنهم يتجهون لجبل الأحد جبل الأحد له زاوية كانت ضيقة شوية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجيش يدخل في هذه الزاوية في هذه المنطقة الضيقة ويرتصون صفوف بحيث أن يكون اللي على اليمين كتفه في الجبل واللي على اليسار كتفه برضو في الجبل بحيث ما يكون في أي فجوة فيدخلون المشركين في هذا المضيق فيصير ما لأعدادهم أي ميزان ما يمديهم يحوطون حول المسلمين ويقاتلونهم فيصير عددهم الكبير ما لها أي فائدة وكأنهم يساقون للموت واحد واحد زي الطابور يعني بس كان في شي يخرب عليهم شوية كان في فجوة من وراء خطيرة جدا بإمكان المشركين يدخلون منها ويهاجمون المسلمين من الخلف فكان أمر الفجوة هذه خطير جدا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم خمسين من الرماه يطلعون فوق الجبل وعلى رأسهم عبد الله بن جبير ويجلسون فوق الجبل ولا يتحركون أبدا أبدا ما يتحركون كل ما جاء المشركين يلفون من وراء الجبل يرمونهم بالسيام والمسلمين برضو جابوا معهم نساء فكانوا على الميمن على منطقة مرتفعة عشان يسقون المسلمين الماء ويشجعونهم في نفس الوقت ويدعونهم بالنصر الحين المسلمين جاهزين للقتال صف كلهم النبي صلى الله عليه وسلم خرج وأشر بسيفه وقال من يأخذ هذا بحقه فسكت الصحابة فقام أبو دجانة قال أنا يا رسول الله أنا آخذه بحقه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتعلم حقه حقه أن تقاتل به حتى ينكسر في سبيل الله فأخذ أبو دجانة السيف وفك عصابة الموت وربطها على رأسه كانت عصابة حمراء تسمى بعصابة الموت كان إذا ربطها أبو دجانة يا ينتصر يا يقتل يا النصر يا الموت فأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم وطلع وصدره منتفخ يمشي 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 متبختره مليئة بالتكبر أمام المشركين ويرفع سيف النبي صلى الله عليه وسلم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن هذه المشي يبغضها الله عز وجل إلا في هذا الموضع منظر المشركين جدا كان مرعب عدد كبير جدا لكن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ماهز فيهم شعارة يعرفون أن الله سبحانه وتعالى معهم والجنة في ظلال سيوف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الرماهة أنهم يتحركون حتى لو تقطع المسلمين قطع صغيرة وجات الطيور خلاص تاكل من لحومهم لا ينزل الرماه من على الجبل بس فجأة نادى من جيوش المشركين للمبارزة كان الرجل اسمه طلحة ابن أبي طلحة فخرج علي رضي الله عنه قال أنا لها أنا سأبارسك فتقابل طلحة مع علي رضي الله عنه وقال له أنا سأقتلك فرد علي علي رضي الله عنه والذي نفسي بيده لا أفارقك حتى يعجلك الله بسيفي إلى النار أو يعجلني بسيفك إلى الجنة فتقاتلوا هذا يضرب وهذا يضرب حتى ضرب علي رضي الله عنه ضربة قاتلة فسقط طلحة على الأرض فصرخ يا ابن عمي أنشيدك الله والرحم فترك علي رضي الله عنه في موقف جدا غريب استغربوا منها الصحابة ليش تركتها يوم وصل سأل حمزة أفلا أجهزت عليه قال علي رضي الله عنه ابن عمي ناشدني الرحم عندما كشفت عورته من قوة علي رضي الله عنه ضربة فكشفت عورته من قوة الضربة كانت ضربة قاتلها ما نجى منها طلحة وخرج رجل ثاني من قريش يريد المبارزة فخرج له الزبير بن العوام فقضى عليه في ضربة هنا المشركين بدأوا يفورون يعني هما أصلا يطبخون من أول هما ما بكوا على موتاهم في بدر فكانوا يطبخون من جوة والمبارزتين هذه وصلتهم للحد فبدأت النساء تصيح من الغيط والغضب وطبول الحرب تزيد ضرب ونساءهم يصيحون فيهم ومشجعونهم بس الغريب أن خالد بن الوليد كان هادي شويتين كان يخطط عقل خالد بن الوليد موهب سهل رضي الله عنه هذا قبل الإسلام عيونه على المنفذ اللي خلف المسلمين طبول الحرب بدأت تزيد والتشجيع لكنه كان هادي جدا فمشى هو وكتيبته يبغون يشوفون إش اللي وراء الجبل لكن الرماه صدوهم رموهم بالسهام فتراجع خالد بن الوليد بس أنه حس أنه فيه منفذ من وراء حقل خالد بن الوليد كان حربي بحت وكان يعرف لو تسلط على جبل الرماه أو أنهم زلوا ونزلوا من على الجبل بإمكانه يطوف من وراءهم ويقتل المسلمين وبتكون خطة جدا رهيبة بالنسبة لها هجم جيش المشركين وصياحهم وصراخهم وغضبهم فكان الرجل يركض ويشقك ثيابه وكان من بينهم وحشي يشوف يبغي يدور حمزة وهو يركض دخلوا الجيشين في بعض وبدأ الضرب والقتال يشتد بينهم هذا يضرب وهذا يضرب وهذا يقتل ووحشي يحاول يدور وين حمزة يبغي يشوف حمزة لكن المسلمين كانوا يقاتلون بشدة وشغف كلهم يبغون الشهادة فكانوا يقاتلون ويتقدمون حتى على المشركين مع كثر عدادهم فبدت صفوف المشركين تتراجع وكان على رأسهم أبو سفيان الكتيبة اللي في النص بدت تتراجع والمسلمين بدوا يتقدمون بكل وحشية فكان حمزة رضي الله عنه وعلي يدخلون في صفوف المشركين وكأن الصفوف صفوفه ما كأن الواحد قاعد يحارب من قوة شجاعتهم بدت صفوف المشركين تنهز جدا وبدت علامات النصر للمسلمين تزيد كل ما لها تزيد المشركين بدوا يتركون أشياؤهم خالد بن الوليد ما دخل في القتال كان زي المفاهي يطالع في الجبل ومركز في الجبل هو وكتيبته كان يناظر إلى جبل الرماح يدور بس الزلة واحدة يراقب ويخطط حتى إنه ما قاتل يعرف لو أنه دخل من هداك المنفذ بيصير صعب جدا على المسلمين إنهم يقاتلون من أمامهم وخلفهم الرماح بدوا يشوفون النصر قاعد يشوفون الرماح والسيوف الأرض فقالوا خلونا ننزل ناخذ الغنائم انتصرنا ورب الكعبة انتصرنا اش الله نجلس هنا انسحب المشركين وزاد تكبير المسلمين الله أكبر الله أكبر فجاف عقله من المنتصر فنزل أربعين من الرماح أربعين شخص لكن عبدالله بن جبير قال يا قوم لا تنزلون النبي صلى الله عليه وسلم ما سمح لنا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لو تشوفونا نتقطع كيف لو أنتصرنا اجلسوا إلين يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا ننزل بس الأربعين هذولة قالوا والله انتصرنا انتش فيك خلونا نروح ناخذ الغنائم موجودة أمام عيوننا نزل الرماه ما سمعوا كلام عبد الله بن جبير ولا النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا وخالد بن وليد وقف قال هذا وقتي على الحين أنا بأنتصر فأخذ خالد بن وليد معه ثلاثمائة شخص وما بقي فوق جبل الرماه إلا عشرة عبد الله بن جبير ومعه تسعة أشخاص وشاف خالد بن وليد من هناك بثلاثمائة رجل مقبل على جبل الرماه وكان يصيح خالد بن وليد اعلو هبل اعلو هبل وهبل هذا صنم عندهم فسمعها عكرمها ابن أبي جهل فاتجه مع خالد بن وليد عرف أن عند خالد بن وليد خطة معينة الرماه اللي فوق الجبل استشهدوا كلهم برمح واحد من خالد بن الوليد الحين خالد بن وليد فوق جبل الرماه وعكرمها ابن أبي جهل التف من خلف الجبل حمزة رضي الله عنه سمع خالد بن وليد يوم قال اعلو هبل وعرف أن خالد بن وليد لقي المنفد فاتجه حمزة رضي الله عنه وكان معه ثلاثة فقط وهنا شافه وحشية شاف حمزة فانطلق وحشي يتتبه حمزة تفاجأ المسلمين بجيش كبير من خلفه وما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثين رجل وقيل عشرين حتى فالتفو حول النبي صلى الله عليه وسلم زيد دائرة لأنه صار الهجوم من كل مكان وكان حول النبي صلى الله عليه وسلم تسعة رجال المقربين حول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة من الأنصار واثنين من المهاجرين طلح ابن عبيد الله وواحد ثاني معه اشتد الأمر على المسلمين فصاروا الأنصار يصرخون في ذاك أرواحنا يا رسول الله فكان الأنصار يفتدون بأرواحهم للنبي فكان إذا أمطرت السماء بالسهام ينطلق الأنصار في يحتضن النبي صلى الله عليه وسلم فتضرب في جميع أنحاء جسمها السهام حتى ما يصير فيه مكان واحد في جسمه إلا ويكون في غرزة سهم فيموت الأنصار في حضن النبي صلى الله عليه وسلم فكان الأنصار مثل القنافل ظهورهم كلها سهام ما تلقى مكان أصبع واحد إذا أمطرت السماء سهام يركض الأنصار فيحتضن النبي صلى الله عليه وسلم فيضرب بالسهام إليه يطيح فقتل من الأنصار الكثير كانوا يفتدون بأرواحهم للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنها امتلأ ما حول النبي صلى الله عليه وسلم من أجساد الأنصار كانت رؤوسهم عند رجل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقاتل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا أصحابنا ما أنصفنا أصحابنا يكسد به الأنصار قتل من الأنصار الكثير في هذه المعركة علي بن أبي طالب وحمزه رجعوا للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان علي بن أبي طالب يصرخ في المشركين وكان صيحته تخلع كانت تخلع قلوب المشركين فكان يصيح أنا أبو القسم يعني أنا اللي ضربتي تقسم من واحد نصفين كان يقاتل ويقول أنا أبو القسم فما بقي حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا مصعب بن عمير كان ماسك راية وطلح ابن عبيد الله رضي الله عنه فكان طلح يفتدي بجسده للنبي صلى الله عليه وسلم فكان ينط بجسده يلتقي في السهم من السماء ويرجع يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقاتل يشوف سهم من فوق جاي يركض ويلقط السهم بجسمه بس هو بنص القتال شاف رمح من بعيد فقال يا رسول الله اخفض رأسك يا رسول الله فخفض النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بس من خوف طلحه رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم مد يده فدخل الرمح في يده ومن وقتها انشلت يده فمن قوة الألم قال حس من قوة الألم شفت يم تقول اه إذا أصابك شيء هو قال حس فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا طلحة قل بسم الله يا طلحة لو قلت بسم الله يا طلحة لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك الله أكبر حتى تلج بك جو السماء يعني يطير في الهواء أمام المشركين وهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يا الله الموقف يكفيك كلمته يم قال حس هذا دليل على قوة الألم اللي حس فيه وهذا كلها دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم المهم أن طلحة واصل القتال والنبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي يقاتل الخمسة والستة مع بعضهم من قوة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يرفع الرمح فيرتفع معه الرجال فكانت الأجساد الميتة على الرماح إذا جاء شل النبي صلى الله عليه وسلم الرمح يشل معه للأجساد من قوة النبي صلى الله عليه وسلم من شدة القتال تكسرت سيوف المشركين فصاروا يأخذون الحجارة ويرمونها على النبي صلى الله عليه وسلم فصارت السماء تمطر بالحجارة فواحد من الحجارة أصاب النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت حلقتين من خوذة النبي في خده صلى الله عليه وسلم فسال الدم في وجه النبي فكان المشركين يربون الحجارة والنبي صلى الله عليه وسلم وجهها مليان دم فشافت وحدة من النساء وجه النبي صلى الله عليه وسلم زي كده فما قدرت تتحمل فأخذت اللثمة وأخذت سيف وانطلقت تقاتل دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى النساء دخلت في القتال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل ومصعب ابن عمير رضي الله عنه كان مقاتل محترف كان يقدر يمسك الراية ويقاتل في نفس الوقت فكان مع مصعب رضي الله عنه كان معها الراية ومصعب رضي الله عنه كان يقاتل شاف شخص اسمه عبدالله ابن قماء كان مقبل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يبغى يقتل النبي صلى الله عليه وسلم وكان عبدالله ابن قماء هذا عن ألف رجل كان شديد كان قوي جدا ومحارب محترف فركض مصعب ابن عمير أمام ابن قماء زي اللي يقول له ما بتعدي إلين تبارزني لن تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وما بتعدي من هنا إلا على رقبتي فاشتد الغضافي ابن قمأة وشل سيفه وبارز مصعب ابن عمير بس كان شديد جدا ابن قمأة ومصعب ابن عمير ما يقدر يحط الراية ويقاتل فكانت معاه الراية ويقاتل في نفس الوقت وعبد الله ابن قمأة كان مبسح كان من أشد القوم ولو رمى الراية هذا يدل على أن المسلمين انهزموا وهذا اللي ما يبقى فضرب ابن قمأة مصعب ابن عمير في يده فقطعها فصار بس ماسك الراية فقطع يدها الثانية فطاحت الراية فرجع مسكها بكتوفها اللي باقية يعني يديهم قطعها فماسك الراية هنا لكن ابن قمأة وربه فقاسها ما نصفين فما وقيل انها طعنة مصعب ابن عمير سقط على الأرض وطاحت الراية أم عمارة رضي الله عنها شافت انها مصعب ابن عمير قتل فانطلقت ووقفت في وجهه وكانت متلثمة فكان ابن قمأة ما يدري هي رجل أو أنثى ما كان يعرف كان في ظنته انها رجل فبارزها فكانت تبارز وتقاتل تقاتل ابن قمأة أشد القوم فضربتها بسيفها في درعه ضربها بس انها كانت خفيفة بسبب انها أنثى فاستمرت في المبارزة حتى سقط لثامها فانكشف وجهها فعرف ابن قمأة انها أنثى فقال لها اليك عني لا أقاتل النساء بس ما خلتها أم عمارة فكانت تحط جسدها أمامه وتقاتله وتصيح على النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله خذ حذرك يا رسول الله خايفة على النبي بس ابن قمأة ضرب أم عمارة في يدها فطار سيفها فصارت تدفع أم عمارة بجسدها يعني ترمي جسدها عليه وتجلس تسحبها من ملابسها فالتف ابن قمأة فضربها في يدها ضربة شديدة حتى انها من قوة الجرح بان عظم يدها فطاحت على الأرض فولدها شافها وهي طايحة على الأرض فانطلق فانطلق يصيح يا أمه ركض الأمة يبغي يتطمن على أمة فكانت تقول له يا عبد الله اجلس مع رسول الله الحق الرسول صلى الله عليه وسلم احمي رسول الله أنا بخير دام الرسول صلى الله عليه وسلم بخير بس ابن قمأة بارز النبي صلى الله عليه وسلم فكسر رباعيته فسقط النبي صلى الله عليه وسلم فصرخ ابن قمأة قتلت محمد قتلت محمد واعتلت الأصوات قتل محمد قتل محمد فاهتزت صفوف المسلمين الحين لا راية واقفة وهذا الشيء لخبط صفوف المسلمين يوم سمعوا المسلمين بأن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم انسحب 300 رجل من المسلمين ورجعوا المدينة قالوا بما أن قتل النبي خلونا ندافع عن المدينة فتوجهوا إلى المدينة وما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا قلة شاف وحشي حمزة وهو يقاتل كان يقاتل بشراسة يقول وحشي إن من شدة قتال حمزة إني كنت أخشاه وأنا بعيد عنه كان حمزة رضي الله عنه يقاتل فرمى وحشي رمحة فدخل في ظهر حمزة رضي الله عنه وطلع من بطنه وخرج مع الرمحة أحشاء بس إنه التفت حمزة إلى وحشي فتجمد وحشي من نظراته يقول ما وجدت أحد من نظراته في ذيك اللحظة فانشلت أطرافه وكان حمزة رضي الله عنه يتوجه إلى وحشي يمشي وكانت نظراته حادة فمشائلين قرب من وحشي وساقط على الأرض فاتفقوا الصحابة على إنهم يحمون النبي صلى الله عليه وسلم انطلق طلحة ابن عبيد الله للنبي صلى الله عليه وسلم فرأى النبي مليان وجهه فشل طلحة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فشلوه وطلعوه فوق الجبل فمن المواقف يطلع الجبل أن طلحة على كثر جراحة نزل على ركبتين زي الطفل اللي يحبي عشان النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على ظهره عشان يصعد فوق صخرة طبعا طلحة رضي الله عنه من المبشرين بالجنة الحين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فوق الجبل فجع ابو سفيانه مع جيش كان قصده يقاتل لكن يوم شاف صلابة وجيه المسلمين والصحابة تردت وبدأ يقول اعلوا هبل اعلوا هبل فكان يصرخ بهذه الكلمة فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وقال لهم ألا تردون عليه فقالوا يا رسول الله ما نقول فقال قولوا الله أعلى وأجل فقالوا الصحابة الله أعلى وأجل فرد عليهم لنا العزة ولا عزة لكم والعزة كان صنم فقال لهم النبي ردوا فقالوا يا رسول الله ما نقول فقال لهم قولوا الله مولانا ولا مولا لكم فاشتد الغيض في أبو سفيان وقال يوم بيوم بدر يعني هزمتونا مرة وهزمناكم مرة قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ردوا قالوا يا رسول الله ما نقول فقال لهم قولوا لا سواء قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة فقام الصحابة وقالوا لا سواء قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ليتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدقلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون أيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكيكم عن فضل الشهادة في سبيل الله فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقيبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلة ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منه ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منه وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين فبعد ما نزلت الآيات هذه النبي صلى الله عليه وسلم قام قال لهم توكلوا على الله التفتوا الصحابة قالوا يا رسول الله ماذا تعني يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم سنقاتل قريش اليوم فقالوا الصحابة يا رسول الله سمعا وطاعا لكن ما لنا حين فقال لهم توكلوا على الله وبدأ يطلع عليهم الآيات اللي نزلت عليه فتحمسوا وصبروا وبدأوا يشيلون حتى الجرحة اللي ما يقدرون يمشون يعني حتى الجرحة اللي ما يقدرون يمشون توجهوا للمعركة طبعا المشركين بعد المعركة خيموا في مخيمهم فكانوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة متجهين إلى مكان مخيم المشركين في يوم قربوا من المخيم عرفوا قريش بأن محمد وأصحابه قاتمين يبغون يقاتلون فأرسلوا رسول وصوا الرسول هذا بأنه يخوفهم أنهم يجون يعني يقول لهم بأن أقوياء وكذا فذهب الرسول هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد إن قريش لبست جلود النمور وليس لك عليهم قوة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فقالها بصوت عالي أن قريش لبست جلود النمور وليس لكم عليهم قوة فبدأ المسلمين يرددون بصوت واحد حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ويتقدمون فرجع الرسول هذا إلى قريش وقال لهم والله ما رأيت إلا قوم معنوياتهم مرتفعة يرددون حسبنا الله ونعم الوكيل وما رأيت في عيونهم إلا الموت فقال أبو سفيان لا طاقة لنا في محمد وأصحابه مع أن نقدر حلكنين فانسحى بالمشركين فأنزل الله سبحانه وتعالى الذين قالوا لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فكانت غزوة أحد اختبار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليعلم الفرق بين المؤمنين والمنافقين فرجعوا المسلمين إلى المدينة وهم راجعين مر النبي صلى الله عليه وسلم على جسد حمزة رضي الله عنه وكان مشوه ففي المعركة الكفار شوهوه وضربوه من حقدهم على حمزة لأنه كان شرس في القتال فرأه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال فبكى محمد صلى الله عليه وسلم حتى أن الصحابة سمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم صوت في البكاء وكانوا أول مرة يسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم صوت وهو يبكي كان عادة يدمع فعبر النبي صلى الله عليه وسلم حلمه بأن الدرع الحصينة هي المدينة أما السيف ينكسر في يده فهو مقتل أحد من آل بيته واللي هو كان حمزة وذبح سبعين من البقر مقتل سبعين من المسلمين في هذه المعركة وكانت هذه نتيجة المعركة فاستشهد سبعين من المسلمين في هذه المعركة إذا ما نزل هذا المقطع في يوم الجمعة فأنا أعتذر منكم حاولت واجتهدت لأني أنا التيم الوحيد لي أنا اللي أصور وأمنتج وأسوي كل شيء عادة إذا ما نزلت المعركة في يوم الجمعة راح تنزل يوم السبت أو الأحد بس عليكم بالصبر معي ألين هنا وصلنا لنهاية المقطع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته